طيب بعد مباراة الاهل والبيرامدز اللي انتهت بفوز الاهل بسلسة اهداف مقابل هدفين كانت فيه تصرحات كتيرة جداً تعليقاً على الهداء التحكيم للحكم الاسباني وانا هنا من ساعة المباراة لغاية اللحظة دي وهفضل اتكلم في الملف ده لغاية مباراة يوم 22 سبعة اللي هتتلاح بيوم الاتنين اللي جاي بإذن الله زي النهاردة ان شاء الله مباراة الاهل والبيرامدز اللي يفق في الدرء التاني طاقم التحكيم اللي كان جاي ده كان طاقم تحكيم سيء جداً وكل قراراته كانت موجهة ضد الاهل ضربات جزالي الاهل لم تحتسب انذرات للعب بيرامدز لم تحتسب فاول لطاهر محمد طاهر وانذر للشيبي عمل نفسه مش شايف ضرب الجزالي منعم ضرب الجزالي مام عشور كل حاجات دي الراجل ما كانش موجود حتى الكرت الأحمر لكريم حافظ راجل عمل نفسه مش شايف والفارفين مش موجود يعني كل القرارات العكسية كانت ضد الاهل ما فيش قرار واحد لصالح النادي الآل في المباراة وان كان حتى ضرب الجزالي حسبت الحسين الشاحات يمكن عايز اقول لحضراتكم بالمناسبة يعني ارجعوا كده لكاس العلم 2014 كانت فيه مباراة لهورندا وكانت هولندا بتلعب في كاس العلم في البرازيل في 2014 وكان فيه ضرب الجزالي أريل روبين وساعتها كان لعب مش فاكر كان ساعتها بلعب أيرلندا وكان فيه مين المنافس مش فاكر بزط بس انا اجيب لكم اللعبة دي في الحلقات اللي جاية كان ساعتها لعب المنافس لهولندا كان وياه على الأرض وآرين روبين اتخبط في رجليه وساعتها لاجمة الحكام في الفيفا قالت لطاقم التحكيم هنا سقوط اللاعب في المكان ده كان فيه إهمال منه فكان لازم تحتسب ركل الجزالي عموما دون الخطف التفاصيل اللاعب بعدها هجيبها قريب وعشرح لكم تفاصيلها عشان أثبت لكم ان ضربة جزالي حسيني الشاحات كانت سليمة ما كانش ينفع الحاكم أصلا بعد الأخطاء دي كلها يعديها يعني ما كانش ينفع يعدي إلا بقى تبقى القصة رايحة في إطار مالوش علاقة بالرياضة وبالكورة ولكن طلعت التصريحات منسوبة للكابتن جهاد جريشا والتصريحات أنا لما قررتها استغربت منها يعني تصريحات بيقولوا فيها أو يعني على لسان الكابتن جهاد جريشا إن الحكام اللي جمعوا بأداره مباراة الأهل وبيراميدز مش حكام وكانوا جايين سياحة في الغرداء واتفق معهم اتحاد الكورة تعالوا صيبوا الجولة السياحية وتعالوا عندنا فيه مطشو عايزينكم تحكموه طبعا رأيت التصريحات استغربت ولكن النهاردة نزل نفي للكابتن جهاد جريشا وتقال فيه إن الكابتن جهاد جريشا لم يدلي بتصريحات بأن الحكم الأسباني خفير البريولا اللي قدر مباراة الأهل وبيراميدز ليس علاقة له بالتحكيم وإن الطاقم ده كان متواجد في الغرداء للسياح قال في تصريحات يمكن نقلها المركز الإعلامي لاتحاد الكورة أنه لما تحدث عن الحكم الأسباني تتكلم عليه من الناحية الفنية وإدارته للمباراة ولكن لم يصرح إن الكابتن واليد العطار كان متواجد في الغرداء وشاف الحكام دول فقال لهم تعالوا حكوموا المباراة يعني طبعا كل الكلام ده انتوا عارفين السوشيال ميديا الفترة الأخيرة بتنسب تصريحات غلط وبتكتب أخبار مفبركة وبيتقال كلام ما بيبقاش صحيح وبتكتب تصريحات أصلا ممكن ما بتبقاش متقالة أو منقولة على لسان مسئوليها أو مصادرها يعني ولكن عموما من الموضوع ده أنا هروح لموضوع أهم مطش 22 سبعة أتمنى أن طاقم التحكيم اللي هيجي يكون طاقم تحكيم دولي على أعلى مستوى ومن هنا بطالب اتحاد الكورة أرجوكم يا جماعة مطش 22 سبعة عايزين طاقم تحكيم على أعلى مستوى طاقم مصنف روحوا كده أطلبوا حكم بالإسم عايزين الحكم المصنف رقم واحد في إيطاليا في ألمانيا في فرنسا عندكم هائل يورو كان بالأمس حكم فرنسا عنده 35 سنة قدر مباراة أسبانيا وانجلترا على أعلى مستوى اطلبوه يجي حكم مطش الأهل وبيراميز أكيد الرجل خارج من بطولة اليورو مش هيبقى أجازة اطلبوه يجي حكم مطش 22 سبعة والقيمة المالية اللي بتتدافع في التواقم الحكام في المباراة قيمة مالية كبيرة يعني فأي حكم في العالم مش هيرفضها أكيد هيوافق عليه اطلبوه ليه لا ما يجيش حكم فينال اليورو يدير مباراة الأهل وبيراميز هاتحكم على قدر وقيمة هذه المباراة مش أي حكم ده طلبي من اتحاد الكور اشتركوا في القناة